نكمل الحرة الليلة من ملف العلمي حيث أشارت شبكة سيانان إلى ظهور بقعة سوداء حجمها أربعة أضعاف حجم الأرض على الشمس تراب تراب العين المجردة وتثير الرعب وقال العلماء والنظاهرة قد تؤدي إلى انقطاع طير الكهربائي في جميع أنحاء العالم وتراقب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الآن البقعة الشمسية وستشارك التحديثات إذا لديهم الأمر بحسب هذا التقرير من المرجح أن يأتي المزيد من النشاط الشمسي في الأشهر المقبلة وتستعد الشمس حاليا إلى بلوغ ذروة نشاطها في دورة مدتها 11 عاما وأن المرجح يظهر خلالها المزيد من البقعة الشمسية فما قطورة هذه الظاهرة على البشرية وهل يمكن أن تتسبب في مشكلات في مجالات الطاقة وخاصة أجهزة الاتصادات ثمانية صور غير مسبوقة تكشف ما يحدث على الشمس مع اقترابها من الحد الأقصى للطاقة الشمسية الصور الجديدة لسطح الشمس كشفت عن بقع شمسية وميزات أخرى بتفاصيل لا مثيل لها والتقطت بواسطة تلسكوب شمسي قوي قائم على الأرض يعتقد الباحثون أن الأجزاء المتبقية يمكن أن تكون نقطة نهاية في تطور البقعة الشمسية قبل أن تختفي وعلى الرغم من أن الشمس تزداد نشاطا مع اقتراب الحد الأقصى لها في يوليو من عام 2025 ذروة دورة الشمس البالغة أحد عشر عاما فإن الصور تعرض الجوانب الأكثر هدوءا من سطح الشمس تنتشر البقع الشمسية المظلمة والباردة في الغلاف الضوئي أو سطح الشمس حيث يكون المجال المغناطسي قويا يأمل العلماء أن تسمح لهم قدرات التلسكوب بالإجابة على الأسئلة الرئيسية حول الشمس بما في ذلك أصل العواصف الشمسية وكذلك الكشف عن تعقيدات مجالها المغناطسي وقد تساعد في كشف الغاز الطاقة الشمسية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قالت إن هناك فرصة بنسبة 20% أن تطلق البقعة توهجا قويا من فئة X بينما ما تزال تواجه الأرض وفقا لموقع سبيس ويذر ويمكن أن يؤدي توهج بهذا الحجم إلى انقطاع التيار الراديوي الذي يؤثر على الطيران ويؤثر عواصف إشععية طويلة الأمد كما يمكن أن تؤثر على شبكات الكهرباء إذا كانت توهج موجها إلى الأرض مباشرة وتعبر البقعة الشمسية التي يبلغ حجمها أربعة أضعاف حجم الأرض قرص الشمس في الوقت الحالي وهي كبيرة جدا لدرجة أن علماء فلك أوضحوا أنه من الممكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط توفر معدات للحماية من الأشعة وللمزيد من الفهم ينضم إلينا من فيرجينيا عبر خدمة سكايب كيث كوينغ عالم الفضاء وعالم الفلك السابق في ناسا والمحرر في سبيس ريف أهلا ومرحبا بك معنا أولا ما الذي تعنيه هذه البقعة أن تنظر إلى الشمس ويجب أن تنظر إلى الشمس فقط إذا كان لديك نظارات شمسية مخصصة وإلا يجب أن تنظر إلى التلفزيون أفضل هناك بقعة شمسية هي تمثل مناطق أكثر برودة على سطح الشمس نتيجة للمجال المغناطيسي الذي يتحرك في بعض الأحيان يتحرك عبر الشمس دون التثبب من المشاكل وفي بعض الأوقات المواد تتوهج في جانب الشمس على التواجه الأرض هذه المواجه يمكن أن تضرب بالمجال الجوي للأرض وأن تؤدي إلى انقطاعات في أجهزة المارسطناعية وشيء أخرى ولكن إذا حدثت في الجانب الآخر من الشمس هذا لن يؤثر علينا إذن الأمر يعتمد على أين تقع هذه التوجهات متى وكيف سيحصل ذلك؟ يمكن أن يحدث ذلك في أي لحظة أو لا يحدث على الإطلاق دراسة هذه البقع يمكن أن يبين عما إذا كان هذا سيحدث ولكن بدون إنذار مسبق قد يكون لديك بين ثمان دقائق لعدة أيام لتحذير قبل وقوع هذه التهوجات الضخمة هذه المدة إلى أي مدى هي كافية للاستعداد والتعامل مع هذه المخاطر التي أشرت إليه؟ يمكن أن يكون هناك توهج قوي للغاية يعطل أقمار الصناعية للاتصالات وفي الماضي عندما كان لدينا أجهزة السدعاء المسمى ببيجرز تأثرت بذلك وقد يكون التأثير أكثر خطورة للتأثير على شبكات الكهرباء وحدث ذلك في كندا أو في أماكن أخرى ويمكن أن تتسبب في أشياء أخرى تؤثر على اتصالاتنا على الأرض أو أن نحصل على ربما أشكال طبيعية جميلة الأمر يعتمد على طبيعة التوهج وما فرص أن تمتد وأن يزداد حجم هذه البقعة أيضا؟ هناك درجة لقياس شدة هذه التوهجات والبقعة الآن لم نصل إلى مستوى القلق ولكن لو وصلنا إلى مثلا مستوى الخامس في العواصف هناك سنقلق ولينا أن ننتظر لنرى كيف تمر هذه البقعة الشمسية وهل ستتوهج أم لا قد تتوهج مثلا بعد أن تبتعد عن مجال الأرض وبالتالي لا نقلق على ذلك إذن علينا أن نراقب الشمس بحذر طوال الوقت ونحن نراقب الشمس بحذر هل رأينا ما يشابه ذلك سابقا؟ نعم أنا نظرت إلى كثير من الصور عبر التاريخ وكان هناك أحداث شديدة للغاية في القرن الماضي مثلا هذه الأمور تحدث بشكل معتاد وكما ذكر التقرير هناك دورة جديدة كل أحد عشر عاما في السنة ونحن نتجه للشمس ونحن نتجه إلى دورة شديدة الآن للنشاط لأننا سنصل إلى ذروة النشاط وبعد ذلك ستهدى الأمور لمدة أحد عشر عاما من المجالات التي تحدثت عنها تقارير أيضا المواصلات والطيران وغيرها ما حجم التأثير وأسباب؟ إذا كانت عاصفة سيئة ووصلت إلى كل الأحذمة المحيطة بالأرض للتحميها هذا سيؤثر على عمل الاتصالات وإذا كنت تطير بطائرة على علو شديد قد تتعرض أيضا الإشعاعات أيضا هناك اثنين من رواد الفضاء السعوديين قد يذهبوا إلى أماكن معين في المحطة الفضائية للاختباء ولكن قبل ذلك لا يوجد سبب للقلق وإذن هذه الأشعاعات ربما تعرض للخطر أي شخص يمر في طريق تلك الأشعاعات تطور المتعلق بحجم تلسكوبات وتقنياتها وكذلك الإنفاق على مسألة الأبحاث الخاصة بالفضاء إلى أي مدى غيرت ما نعرفه عن الشمس وفهمها؟ كل مرة نرى توحج مثل هذا أو بقع شمسية لا تعلم شيء جديد أنت عرضت بعض الصور التي تتيح لنا القدرة بالنظر للشمس بتفاصيل دقيقة للغاية وتبدو شمس وكأنها كائن حي هناك أيضا مجس باركر الذي يقترب من الشمس وهناك مجس أوروبي أيضا يقترب من الشمس الكل يراقب الشمس عن كثب هذه أفضل طريقة لكي نكون على استعداد لما قد تفعله تلك التوهجات ضدنا كانت هناك أسئلة من بعض الأصوات عن جدوى الإنفاق على الأبحاث الخاصة بالفضاء والعلوم الخاصة به فإلى أي مدى هذه الصور وما تكشفه تمثل إجابة كافية على هذه الأسئلة أولا الناس السأل لماذا نفعل هذه الأمور الخاصة بالفضاء هذه من أهم الأشياء حتى نعلم ما الذي يجريحه في الشمس لأن ذلك سيؤثر علينا وعلى اتصالاتنا وعلى المناخ مرة أخرى بالنسبة للشباب أنا لا أستطيع الانتظار لكي أعلم ما الذي سيفعله الجيل الجديد من العلماء مع وجود تلك المعلومات لأن من يعمل الآن ليس لديه الصورة الكاملة إذن لا يوجد معلومات أكثر من اللازم أبدا فيما يتعلق بالتعلم ومعرفة ما يجري في كوكبنا هناك الكثير الذي يجب أن نتعلمه كوينغ العالم والفضاء السابق في ناسا والمحرر العلمي شكرا جزيلا لك